السلام عليكم ورحمة الله اليوم عنا شرح جديد للناس اللي بتحب تجرب متصفحات جديدة غير الكروم والإدج اليوم رح نحكي لكم عن متصفح اسمه زين براوزر يمكن اول مرة بتسمع فيه لانه متصفح اساسا جديد وما كتير معروف ومشهور مثل باقي المتصفحات ورح نحكي كمان كيف ممكن نفعل التصميم الشفاف للمتصفح بالكامل بحيث انه يكون كل المتصفح شفاف بكل المواقع ورح نشوف سوي مميزاته وعيوبه اول شغلة من روح على جوجل ومنحمل المتصفح من الموقع الرسمي نكتب زين براوزر بيطلع معنا اول رابط بنضغط عليه بنضغط على download بتفتح معنا صفحة التحميل طبعا موجود هو لثلاث انظمة ماك و ويندوز و لينكس بتختار النظام تبعك وبتعمل على download بتحمل معك وتعمله تسطيب مثل اي برنامج تاني انا محمله هون ورح نفتح المتصفح سوا طبعا اول شي من اللحظه لما نفتح المتصفح هي الواجهة البسيطة والمرتبة يعني ما في اي تعقيد كله واضح حتى المواقع المفضلة تبعك فيك تقدير تثبتها فوق بالشكل هاد نفرض مثلا انت بدنا اليوتيوب نسبت اليوتيوب فوق فمنضغط على اليوتيوب ومنعلق عليه ومنسحبه لفوق صار عندنا اليوتيوب فوق كلما منفتح المتصفح هيكون موجود بالشكل هاد ميزة تانية مهمة بالمتصفح اللي هي الworkspace عندك تقدر تعمل اكتر من مساحة عمله وهلا خلينا نشوف كيف فينا نفعل الوضع الشفاف للمتصفح بالكامل اول شغلة منروح على الاعدادات على settings ونروح على zen moods ونضغط على store بيفتح معنا store تبع التصميمات ننزل منلقي موجود هون لو ما لقنا نروح ونضغط مناخد اسم التصميم ونضغط عليه بالبحث رح اترك اسم التصميم تمام بالوصف وبيطلع معنا اول واحد بنعمل منزل الاتهت بنعمله install moods بس ينزل عنا بنرجع على settings بنلاقيه موجود هون طبعا اول شغلة لازم تعمله تضغط على settings على moods نفسه وتفعل عندك كل الخيارات الموجودة بعد ما منفعلهم بنروح على extensions بنحمل هاي الاضافة بننسخ الرابط كمان رح اترك الرابط بالوصف بنضغط عليه بتفتح معنا صفحة الاضافة بنعمل له added to firefox ونضغط عليها ضغطة بنفعل كل الخيارات هاي وبعد ما نفعلها بنعمله refresh style بنعمل done done ونسكر الاضافة ونرجع بنسكر المتصفح كامل ونتأكد من تفعيل الوضع الشفاف بويندوز بندخل على الاعدادات بنروح على اضافة طابع شخصي بنضغط على الالوان بعد ما بنضغط على الالوان بنشوف تأثير الشفافية بنتأكد انه هاد الخيار مفعل بعد هيك بنرجع على المتصفح تبعنا بنفتح المتصفح بنلاحظ كيف نكتب مثلا x بنلاحظ كيف المتصفح صار شفاف بالكامل بنكبر هاي المتصفح بنلاحظ شفافية المتصفح بالكامل طبعا لو ما بتحب انت يكون بالشكل هاد فيك ترجع تلغي الاضافة تلغي تفعيل الاضافة بايوة للدكيار بنعمل له من هون تسكير ونرجع مثلا بنغير اللون تبع المتصفح فينا نغير اي لون لون واحد او انك تستخدم عدة الوان تدرج لوني بيصير وفيك تتحكم بحدة اللون نفسه شايف كيف صار صار فيه مثل التغبيش او هيك شيء لكن خليه مثل ما هو وطبعا واحدة من المميزات المهمة للمتصفح هي الخصوصية هو مثل متصفح بريل بيركز على الخصوصية وما بيجمع بيانات مثل باقي المتصفحات واستهلاكه القليل للموارد الجهاز يعني حتى لو جهازك قديم او ضعيف بيشتغل معك وطبعا الوضع الليلي موجود اكيد تقدر انت متل ما شفنا تغير الثيم تبعك من هون تحطه اسود بيصير معك ليلي وتغير اللون اللي بدك ياه وتحطه يعني فيه خيالات تخصيص لشكل متصفح بالكامل فيك تخلي ستايل متل ما بدك وكيف ما بتحب اما بالنسبة للعيوب فالمتصفح لسه جديد يعني انت اذا متعود اضافات كروم وفيرفوكس ممكن تحس بنقص بالاضافات او ما تلاقي الاضافة اللي انت بدك اياها او اللي محملة على المتصفح الاساسي تبعك غير هيك بعض المواقع ما تشتغل بشكل مزبوط عليه لانه بتكون تقيلة يعني المواقع التقيلة ممكن انه ما تشتغل عليه او تعاني من بطل بتشغيل المواقع التقيلة هاي فاذا بدك متصفح خفيف بيركز على الخصوصية وواجهته تكون مرتبة وتخصصه كيف ما بدك تخصص الواجهة كيف ما بدك وتلعب بالالوان كيف ما بدك وتحطه اللون اللي بيعج بها وتغير بالايقونات تحط الايقونات المفضلة تبعك المواقع المفضلة تبعك تكون مرتبة بالشكل هاد فازين ممكن يكون انه خيار ممتاز لك وممتاز حتى اما اذا بتعتمد انت على اضافات وبدك اداء مضمون بكل المواقع ممكن تضل مع المتصفحات المعروفة وبس جربوه وخبروني شو رأيكم بالتعليقات ولا تنسوا اللايك والشير اذا حبيتوا الفيديو